استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم مقاومات التنمية الحضرية والمجتمعية على أرض مصر افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عدداً من المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شملت أعمال التطوير والتوسعة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وعدد من مشروعات الطرق والكباري واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح على مكت تضمن المشروعات الجديدة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشعب المصري وألقى اللواء أركان حرب عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة استعرض فيها جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات وأشار إلى انتهاء الهيئة الهندسية من تنفيذ الافتتاحات الجديدة التي بلغت 21 مشروعا للطرق والكباري والرعاية الصحية وفقا لأعلى المواصفات القياسية وبأقل تكلفة وفي التوقيتات المحددة وشاهد الرئيس السيسي فيلم تسجيليا تناول الافتتاحات الجديدة شاملت المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتوسع لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي من مدينة العاشر من رمضان وحتى بوابة الرسوم بطول 34 كيلو مترا ليصبح أربع حارات مرورية بدلا من حارتين وإنشاء كبري اللواء شهيد ماجد صالح بمنطقة الكيلو 66 وإنشاء كبري ونفق العميد شهيد ماجد شاكر بالكيلو 76 أيضا إنشاء أربعة كبري جديدة بطريق القاهرة السويس الصحراوي لاستعاب الكثافة المرورية بالمدن العمرانية الجديدة وإلغاء التقاطعات السطحية والحد من الحوادث والاختناقات المرورية على الطريق وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء إشارة الافتتاح للطرق والكبار الجديدة عبر شبكة الفيديو كونفرنس من مناطق المشروعات إذانا بافتتاحها رسميا وأداء دورها في دعم مقاومات التنمية الحضارية على أرض مصر واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من اللواء أركان حرب نبيل سلامة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تناول الإمكانيات والتجهيزات التي زودت بها الأجنحة والغرف الفندقية لفندق الجلاء الذي يتكون من ثلاثة مباني بإجمال 175 وحدة فندقية كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء طبيب بهاء زيدان قائد المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء تناول الإمكانات الطبية والعلاجية التي زود بها المجمع وفقا لمنظومة علاجية ذات مواصفات عالمية بالتعاون والتكامل مع كبرى المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية والبحثية في العالم أعقبه عرض فيلم التسجيل تناول إمكانات مجمع الجلاء الطبي الذي يضم عدد من المستشفيات والأقسام العلاجية الجديدة وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية للافتتاحات الجديدة شاملت المرور على عدد من الأقسام والمراكز التخصصية بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة والتي تضم أحدث المنظومات والأجهزة الطبية في العديد من التخصصات لتشكل إضافة فعالة للارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية التي تسعى القوات المسلحة إلى تقديمها لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم حضر الافتتاحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة